نقفل صفحة دي ونفتح صفحة النادي الاهلي كابتن علاء ميهوب كان واحد من المرشحين لمنصب مدير القرى لكن الان كابتن محمد رمضان هو المدير الرياضي يعني بصيغة زي ما انا شرحتها في الانترو كده وده اللي مش عاجب كولر واعتقد ان شهر العسل ما بين النادي الاهلي وكولر انتهى طيب مبدايا بس اعلم اتكلم عن الموضوع بتاع النادي الاهلي بحب بارك الجمهير نادي زمالك اللي عادت زمالك كلها طبعا كابتن انتهى ده اكيد بارك طوله من زمان مجلس اداراته وطوله عمر نادي زمالك نادي كبير ونادي بطولات ما نقدرش ان نتكلم غير كده خالص فطبعا الف الف ابروك نادي زمالك على تطويق بالبطولة السوبر افريقي الحاجة التانية انا كنت اقوم ضمن المرشحين للمنصب ده لكن هو جي اختار على محمد رمضان طبعا كل التوفيق لمحمد لان المهمة مش مسهلة مهمة انا تقوم في المكان ده مسهلة وطبعا اي حد انا دايما بقول كده اي حد بقى موجود بيقضي بالنادي الاهلي ده شرف ليه هو اساسا شرف ليه هو اساسا موجود في المكان ده واكيد محمد هكيد هيبزق اقصى مجهود بالنسبة له انه هو ينجح فيه المكان يعتبر جديد على النادي الاهلي وممكن جديه على رمضان رمضان قبل كده كان اشتغل مدير كورا كان ايام كابتر السليم اللي ارحمه لكن النهاردة بقى مدير رياضي واختصصات مدير كورا وفي تعقدات كمان يعني برضو مهمة مش سهلة لكن رمضان من الناس اللي بتتعامل معاه بن قدم زاكي بيعرف بيعرف تكلم كويس بيعرف اتصرف كويس في كل المواخف فبالنسبة بالنسبة محمد رمضان اعتقد ان انا متوقع عن نفس ان هو ان شاء الله هينجح بمساعدة مش لوحدة طبعا مساعدة كل الناس كلها دي محمد رمضان الحاجة التانية اه يعني المجاح والتوفيق والحليات التي تعترب بنا موضوع الشرر ده يعني انا طول عمري ما بكرش موضوع الشرر ده ايه لو مكتوبة لي هتيجي مش مكتوبة مش هتيجي خلاص يقول الحمد لله ونقفل الصفحة دي فكل التوفير محمد رمضان في منصبه الجديد الحاجة التانية بالنسبة لكولر هو اتقال ان كولر كان رافض موضوع مدير الكورا ده فالوقتي فيه 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 مدير رياضي جه مدير رياضي باختصاصات يعني لجنة تخطيط قدر اختصاصات كتير اول محمد رمضان صخة في محمد رمضان وعايزين يلموا بعض الاوراق اللي ممكن تقوليها مهيب يعني اتبعترت شوية الفترة اللي فاتت بعض الاوراق اللي بعتعت شوية فهي دي هي دي اللي بيحسوا فيها يعني ايه بعض الاوراق انا ما بحبش كلام المتغطي الاوراق مش متغطي اه انا عايز الكلام الواضح لا فيه بعض المشاكل ظهرت الفترة الاخيرة فيه في النادي الاهلي مش متعودين عليها فرقة الكورة نفسها مش مش بين كولر والإدارة او كولر واللعيبة فيه بعض الهدوء المعودات كانت ثابت شوية يعني اللي حسب مباراة السوبر دي مباراة واخسرناها يعني ما فيش نادي بيكسب كل حاجة لكن هي اللي بعد الخسارة يعني دايما انت بتحسن خسارة للنادي الاهلي لدي انا مش رعود يخسر كتير لكن من بيخسر هو النادي اخسر ليه عشان يفوق تبدأ يعني انا بقولها لك واما بقول لي ربا ضرر من الاخر يعني ما انا بقول لك الخسارة دي كانت لازم عشان يفوق من ما هو قادم مهيب انا ويلهاك مهيب وقوي جدا بالظبط جدا انت خسرت بطولة البطولة الناس ما تعلق ليه لان خسرت مع نادي الزمال كبير وكان هم عايزين وصوبر أفريقي فبالنسبة لهم كبير كبيرة على جمهير النادي الأهلي طبعا ممكن بعتزلهم جدا على المباراة السيئة اللي عملها النادي الأهلي في الصوبر الأفريقي لكن لما يحصل لك هزة زي كده أنا بقول هزة هزة بقى تروح ترجع تاني عشان أبدأ على المصاري الصحيح مش عيبة على فكرة أن دهك كبيرة كده لما تحصل مش عيبة مش أول مرة مش أول مرة بتحصل على فكرة لكن هو الحلو إيه اللي النادي الأهلي لو بتحصل هزة بعدها تراقي الموضوع ممشي كام سنة وعرة بعد ما فيش فيها مشاكل هو ده النادي الأهلي وديه الأندات كبيرة إن المشكلة ما تطولش معاك لكن كان فيه كان فيه مشاكل كلها تكلامة عنها يعني أنا مثلا من بعض الأسباب الخصوات السوبر الموضوع سهل جدا فريقين مسافرين فريق راح يلعب من هاي السوبر ومحترم المنافس جدا 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 اللي هو النادي الأهلي مقدر يأمته طبعا ده النادي الأهلي وفريق مش عايز أقول مش محترم الزمالك الزمالك فريق كبير لأي حد نازم يحترمه فريق مستسهل مباراة بفكر في التتويق ده الفرق البسيط فريق رايح عايز عايز يكسب بطولة فملكز كويس أول بإمكانياته وعمل حساب لنجوم النادي الأهلي الكبار جدا وفريق آخر رايح يعني فيه سنة طمأنينة إن أنا هكسب لإن أنا دايما مفيش ده في الكورة مفيش ده في الكورة كورة القدم تعرفش كده خالص كورة القدم فيه حاجات سوابت فيها أنا أسفل أطول لا ولا هم ما بتتغيرش تحترم كورة القدم يا مهيب تحترمك تحترم كورة القدم تحترمك تتعالى عليها يحصل لك لا يحصل لك طيب لو أنت مدير الكرة في هذه المباراة بعد المباراة تقول للعيبة إيه لا ده مفعش أقول للوقت خلص بعد المباراة ما بيتقلش بعد المباراة بعد يوم بعد المباراة تامن إيه لا بعد المباراة تامن إيه تسكت لحد تاني يوم تسكت لحد تاني يوم لأنك إنت لو كلمت هتأخذ كرارات كتير والله طبعا إيه هي لا مبدئاً كده فيه كرارات يعني فيه خصم مادة كبير جدا جدا فوق ما ممكن أي حد هتخياله وفقاً للعيحة ولا أكثر لا 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 المدير الكورة عنده اللعيحة بالنسبة له وفيها مفتوح مفتوح آه فأنا مفروض لا خصمات قوية جدا جدا وفي بعض اللعيب هتزيد عليها أنت بتتكلم لأن أنت مش حاسس أن الأهلي لا أنت قلت بعض اللعيب هتزيد طبعا زي ميه لا من غير أسامي لا لا من غير أسامي لا من غير أسامي إيه لا مع عشان أنا ما حاب مش أولي أسامي أنت مش في المنصب لا أو أنت صدقت لا مش أجاز ما ينفعشي أنا بنتامل للنادي ده ما ينفعشي أقول أسامي لقيت النادي الأهل ما ينفعشي أنا مش بتعود كده لكن في ناس طب بلاش قول اللي عملوا مواقف يعني يعملوا مواقف المواقف اللي دايقك وحصل في ناس أداءة في المبرارة اللي بيبقت زيادة انت نجم النجم ده زي نجميتك دي على قد نجميتك والناس بشيت بيك على قد دمك عحبق عحبق جامد هو ده صح النجم على قد ما انت نجميتك كبير قوي هو الحجم واحد يا مهي انت نجم يعني انت راضية عن احتفال مثلا رامي ربيعة وعمر كمان لا زي زي كل اي الاهلوية الاهلوية كلها مستقى جدا من الاحتفال ده بغض النظر الاحتفال ليه يعني بغض النظر الاحتفال اتعمل ليه هو ايه المعنى اغنية اغنية مش عاقف روح نامو حاجات مندي يعني حاجة غريبة يعني هنتسب احنا نايمين ده بص يا مهيب يعني ده برضو حاجة انت بتحتفل ليه اللي ما تكسب ما انا بقولك في الاول ايه فريق رايش ايوه ما انا بقولك فريق ايوه هي دي المشكلة انا بحاجة احنا متعودين طول عمرنا لما الحاكم يصفر احتفل وعمل انا عايش انت حتى ايامكم حد بيجيب ضربة جزاء بيعمل كده ده حاجات اللي هي العديد اساسا في ضربة الجزاء بيفرح انها جيبه يعني خلاص خلص ايه انت بتحتفل بدلي ليه ايه ما دي برضو من حاجات اللي جاميري الاهل مستقنة منها جدا طي اروح لكابتن دياء كابتن دياء يعني ان انت تحتفل بالدورة بعد ما خلص بشهر تحتفل قبل مباراة السوبر باسبوع لغز كبير قوي انا ما فهمتوش لا لا نفهمه انه السيستيم